بس تشايف الحلوة يا محمد محسين؟ ازايكم؟ فاكرين التجمعات الغريبة اللي عرضناها ليكم لما كنا في تايوان الصراحة من ساعة ما شفت الكومنتس وتفاعل الناس عليها وانا نفسي نعمل حاجة شبه كده هنا بقى في مصر اللي هو ناليب أجمع قطع هاردوير وبركبها بشكل عادي خالص لما ممكن أخليها في شكل سيم أو كونسب ويبقى شكلها روش ومختلف عن أي تجميع زي التجميع اللي معادي الوقتي هنا والفرق كمان انك تقدر بعد ما تشوف الحلقة دي تروح تشتريها مش بس للعمل فكل واحدة من الكيسات اللي قدامكم دي بتحكي قصة مختلفة وبتستهدف كمان فئة مختلفة كلهم فئة ايجيبت بس ايجيبت برضو فئات عشان تبقى عارف المهم بس عشان الحلقة دي ما تطولش فانا هتكلم عن واحدة بس منهم اللي هي تجمية سبايدر مان وحكي لها قصتها ولو لقيت تفاعل كويس على الحلقة دي ممكن نبقى نعمل فيديوهات تانية عن التجميعات التانية وبما ان دك توكية و 1440 بي بقى التلواتي هي المينسترين بالذات الناس اللي بتلعب ألعاب سنجل بلاير والقصة فالنهاردة بقى انا استغلت الكارت الجميل ده بتاع سبايدر مان وعملت منه التجميع اللي ظهرها قدامكم دي للجيمز بشكل اساسي وطبعا المونتاج واي استخدام تاني هتسد معاك انا عارب بقى ان الناس بتحب سبايدر مان جدا فنستحق غاية قبل ما نبدأ والمرة دي بقى انا جايب التجميع هنا جنبي وهي متلكبة مش حقوق افرض القطع واحدة واحدة عشان تتمتع بيها طول الحلقة واقولك بقى جوه هنا متركب ايه في البروستر على اختارة ال 13600KF ده اول مرة استخدم البروستر ده في تجميع على القناة تدعمل باستخدم 12400 13400 او 5600X من AMD النهاردة بقى حبيت النوع عشان الناس اللي عايزة تعرف اداء البروستر ده بالتحديد ولا انا بشوفه واحد من اقوى البروستر الموجودة الغرض الجيمينج وهنا ممكن حد يسألني ليه ما استخدمتش الجيل ال 14 بما انه لسه نازل بالزبط عشان لسه نازل وكمل مش موجود لسه في السوق بشكل كبير وبرضه زي ما قلتلك قبل كده لو متابع الاتشانل للجيل ال 14 عبارة على الرفريش كده وتسخين الجيل اللي جاي اللي في بقى معمارية جديدة وهيبقى في الفرق والشور انما الفرق بين ال 14600 و 13600 حرفان كام فرين فمش مستهل قوي عموما البروستر ده جايب 14 كور اجمالي منهم 6 لانواية الاداء وتمانية لانواية الكفاءة مع 20 مصار او سرين وكنت شرحت لك النظام بتاع الاي والبي كورز ده قبل كده المهم ان دي نسخة الكي اف يعني مفيش كارت الشاشة داخل لي ان كل اعتمادنا هيبقى على الكارت الكيوت اللي ورده لك في اول الحلقة وده التاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة في التجميع وهو ال 4060Ti نسخة Zotic Twin Edge بس بعد دي نسخة limited edition مش زي اي نسخة انت هتشوفها كنت وردتها لكم قبل كده في كومبيوتيكس هي ظهرت لأول مرة هناك شايفين بجد شكلها ريوش ازاي الباك بليت دي على فكرة ماجنيت تقدر تتفكها وتركبها بصورة زي ما انتم شايفين وكمان جاي معها الستيكرز دي اللي انت ممكن تركبها هنا مكان شعار زوتك على المراوح هي مش هتبقى باينة قوي بصراحة بما ان الكارت هيتركب كده ولكن لو هتركب الكارت ممكن بقى تبقى تباني المهم ان الكارت ده هو النسخة دي اللي تبانى عليها شكل التجميع وعموما نسخة Twin Edge من زوتك بتعجبني لان بيبقى حجمها صغير وكمان التبريد بتاعها اللي اسمه Ice Storm كويس جدا وهنشوف ده في اداء درجات الحرارة فبعيدا يعني على السيم او الشكل هي نسخة كويسة وحطى نفسها في مكان كويس جدا بين كروت 4060 T-O خلينا بقى احط بالقلبة هنا والمشي ده شوية تقوم بمقاشر نروح بقى للقطعة اللي بعدها وهي ايه الفيربيست تاني اساسي بالكام تجميع مش بيستخدمها وحشيتني جدا قولت رجاحها تاني بيستخدم هناك 16 جيجا بايت وستيك كل واحدة 8 جيجا وبتردد 3200 ميجايرتز الحاجات دي بقى كلها متركبة على البورد اللطيفة دي دي ام اس اي توماهوك بشريحة بي 760 معلاش مكش مكان في السيطة بشريحة بي 760 بورد لطيفة جدا دي دي ار فور فيها واي فاي عدد منافس يو اس بي كويسة معروفة توماهوك يعني الناس كتير فمش محتاج اتكلم عنها معلاش انا مضطر اتشل الكلام ده مايز مساحة تحت الشيل ده بقى في الاس اس دي الرئيسي بتاعنا في التجميع وهو السامسونج 790 ايفو بلس بحجم 1 تيرا بايت برضه معروف للناس جاي بواجهة توسيل بي سي اي اي سي ري ومستفيد كمان من سرعة الوجهة الكاملة لانه وصل معي ال 3200 ميجا بايت لسرعة الاراية وطبعا اكيد اخدت بالك انه مستخدم هنا الكيس الاتش 520 اي من انزت اكس تي والكيس دي الوحيدة اللي حسيتها تليق على سيم سبايدر مان عشان الخط الاحمر اللي جوا ده فعملة ميكس حلوة بين الاحمر والاسود وكمان الكيس نفسها كيرفلو كويسة واستخدمتها في تجميعها قبل كده لو حابب تسمع يعني كلام اكتر عنها بس انا دلوقتي عايز اكلمك عن الحبشتكنات والحاجات الروشة اللي في التجميع اول حاجة الكولر او المبرد بتاع البروسيسور وده الزيجماتيك الفروزر O2 اسمه غريب شوي وده لكوت كولر او كولر مائي مبرد مائي بحجم 240 ملي متر وده اول مرة بالمناسبة اركب او استخدم مموما لكوت كولر من شركة زيجماتيك والحياة اتفاجئت من الاداء وهنشوف ده في اخر الحلقة لكن السبب الرئيسي اللي خلينا استخدمه بجانب النساره كويس هو انه جايب شاشة LCD فساعدتني ان احط عليها الجيف دي بتاعت سبيدر مان وكمل بقى السيم اللي انا بنت اصلا عليه التجميع تاني حاجة بقى هي الاستريمرز او الاكستنشن كابلز الملعلطة قدامك في التجميع دي اللي 24 بن وال8 بن دول من ليان لي عبارة عن سلك اضافي يعني بيتوصل بالاساسي بس بيبقى شكله زي ما انت شايف اجمل بكتير من الكابلات اللي بتيجي مع الباورة العادية اللي بتبقى شكلها مسمط جدا وكمان فيها اضاية RGB انا عملتها برضو بلون احمر عشان تكمل شكل التجميع وعلى فكرة بتسنك كمان كلها مع البورد كلها بلون واحد طبعا بغض النظر عن الكابل التمانية بن اللي طوالها ده مش عارف رايح فين بس ده بسبب ان ليان لي عاملة الكيت دي بس 8 في 8 مفيش واحدة بس 8 لازم تيجي كده فان شاء الله ليان لي انت عملنا في المستقبل الواحدة بتيجي ب8 بن بس عشان الكروت اللي بتشتغل ب8 بن زي الكارت ده وبوناسبة كابلات الباور فتحت هنا انتهربت وبوناسبة كابلات الباور فتحت هنا في الباور اللي انا مستخدمه في التجميع الاسوس روجستريكس بكدرة 750 وط باور ممتاز بشاهدة ايتي بلاس جولد واكتر من كافي لمواصفات التجميع اخر حاجة هنبص على بقى في الكيس هي التكشيرز المطبوعة هنا على المراوح اللي فوق واللي وراء برضو استوحينا ده من سبايدر ويب او الشبك يعني بتاع سبايدر مان شكلها روش جدا ومخليها شكل المراوح مختلف فعلا كمان البوكس ده اللي جوا الكيسة مطبوعة بطبعة 3 دي موجودة عندنا هنا بصراحة كريمة او القسطة كيمو ابدع فيها وعمل توصيلات بحيث يتوصل على البورد مباشرة ويبقى بيسنك كمان مع اضاءات الجهاز كلها واخيرا من برا هنا عندنا الاستيكرز او الفينيل المطبوعة لجنب الكيسة وهنا في منطقة الشراود اللي تحتها الباور سابلوي وشعار سبايدر مان وشعار عرب هارد وير دول اكليريك سري دي كاستم ديزايند انا شخصان يا جماعة شياتي مجروحة انتو في الكومنس قوليلي بقى ارأيكم بشكل التجميع ونخش على الاداة طبعا مش اول مرة مجرب مع بعض الاربعين ستين تي اوي كنت جربت معكم في تجميع قبل كده ولكن اختصارا لو بتفكر تشتريه فالكارت ده قادر يشغل اي لعبة انت تتمنها على الف تمانين بي او توكي كمان بفريمات عالية ولو اني بفضل مع التجميع دي نجيب شاشة توكي عشان تستمتع بافضل جودة كتفاصيل جرافيكس يعني وكمان فريمات عالية ما عندكش مشكلة وتتجنب كمان اي بوتل نيك ممكن يحصل على الف تمانين بي في زي ما انت شايف من الارقام اللي كمان جربت لعبة الان ويك توكي جديدة اللي عبا لسه رازلة ما بقليهاش اسبوع وده عشان اواريك تقنية دي لس اس اس سري بوينت زيرو جديدة وده تعتبر اول لعبة تدعمها مع صحيب اربانك وزي ما انت شايف بالذات على دق توكي تلقى انا من خمسة والتلاتين فريم لما كنت بالعب اللي عبا نيتف لحد مية وواحد فريم في وضع البلانس وده بعد ما فعلت دي لس اس وعلى الكواليتي كمان اللي عبا جابت اربعة وتسعين فريم وده رقم كويس جدا يع يعني زي ما بحب اقول ده جيم تشينجر بالنسبالي خصوصا مع لعبة تقيلة جدا ومتطلبة زي دي انك تقدر تلعبها برضو فريمات عالية دي حاجة كويسة جدا وعموما دي لس اس اس سري يعتبر الفرق الجوهري اللي ممكن اي حد بسببه يروح مع كروت ارتي اكس ربين من انفيديا بسبب القفزة الضخمة في الاداة اللي بيعملها في الالعاب اللي بتدعم فريم جنيريشن او تقنية توليد الفريمات بلاي اي واللي فعلا بقى صعبة لحز الفرق بينها وبين وهي مقف انا شخصا بستخدم دي الاس اس في الالعاب اللي بتبقى محتاجة بوست في الفريمات وصلنا بحب فريم ريت في الالعاب عندي يبقى حالي كفاءة الالعاب بقى ونتكلم عن اداء التجميع في الرندرينج والمونتاج فكالعادة انا استخدمت هنا بروشكت تقيل على بريمير 4k وترندر في حوالي 5-6 دقائق فالبرامج اللي بتعتمد على ال جي بيو في الرندر التجميع دي هتبقى مناسبة جدا ليه اخر حاجة هكلمك عنها هي درجات الحرارة وزي ما قلتلك الكولر فاجئني اداءه وقدر يهندل 13600k كويس جدا في درجات الحرارة ما زادتش عن 72 ووقت ما كنت برندر عليه او بضغط عليه في الملتي تاسكينج وفي الالعاب اصلا ما كاش بتعدي 66 فقات اللعبة جردتها فمن ناحية الحرارة مليون المية ما تقلقش اصلا اما كارت الشاشة فزي ما قلتلك تبلين نسخ التوين اج من زوتك ممتازة الكارت مش بيزيد عن 67 درجة فقات اللعبة وده رقم كويس جدا بالنظر للحجم الصغير للكارت بالمقارنة بالاداء اللي بيقدم نيجي بقى للسعر والمفاجئة التجميع دي تقدر تشتريها كلها على بعضها كده بالسل بتاعها داع من عرب هاردوير ستور بالتعاون مع بي تيك هتكون متوفرة كمان في الشرون بتاع بي تيك في فرع مول مصر في 6 اكتوبر بتقدر تروح هناك تشوفها بنفسك واي تجميع كمان من اللي عرضتوهم ديك اول الحلقة هتقدر تشوفها وتشتريها وهسيب لك لينكات التجميعات نفسها وتفاصيل اكتر عنها في اللينك في الدسكريبشن اما السعر فدي حاجة الصراحة ما اقدرش اقولها دلوقتي بسبب تغير الاسعار المستمر والدولار اللي بيطلع وينزل كلهم فدي حاجة هتعرفها انت يوم تروح تسأل عنها بجد الموضوع يعني ربنا يكون معانا كلنا بس ما تتفجيش برضو من السعر لان دي حاجة قصة مش هتلاقيها في اي حتة يعني بس احاول ان شاء الله اعرفكم في الكومنس وقت ما يكون في تحديث على السعر وبس كده ديكت حلقة النهاردة محتاجة اسمع تعليقاتكم رأيكم في الفكرة عموما لو حابين تشوفوا تجميع غريبة بسم معين تكون عن ايه سلام